بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلي محمد قال الله في محكم كتابه الكريم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين كثير من الشبه شبه كثيرة الدوران وهي مسألة أن الإسلام انتشر بالسيد واستدلوا على ذلك بأمور الأمر الأول النصوص القرآنية يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال الأمر الثاني هو أن الإسلام عمل رسول الله صلى الله عليه وآله انتشر بالسيف سيرة النبي في خلال عقد واحد انتشر بالسيف الإجابة على طبعا قوة هذه الشبهة بعض القراءات والحضانات الإسلامية التي قرأت القرآن وقرأت النصوص وهي تخلت عن عنصر الفطرة وعنصر العقل فخرجت بهذه النتائج أنها تقتل كل من يعارضها بل كل من يعارضه يصبح غير مسلم الإجابة عن الإشكال الأول عن النصوص الدينية طبعا النصوص الدينية أمرت بالمقاتلة قاتل من المقاتلة والمقاتلة تكون بين طرفين فهذه تأمر بالمقاتلة يعني صد العدوان فمين؟ نعم الإشكال يرد على القاتل لو الشارع أمر بالقاتل نعم تقول الشارع أمر باللقي الشارع الدين أمر بالمقاتلة وأي دولة يكون عندها عنصر الجهاد عنصر الجيش عنصر البعد العسكري البعد العسكري موجعون لماذا؟ للمقاتلة وموجود مجعول للقاتل فهذا الجواب الأول الجواب الثاني إذا أردنا أن نقرأ النصوص الديني ما نقرأها ببعد واحد نظرة تجزئية لابد أن نقرأها بنظرة مجموعية كيف نظرة مجموعية؟ أنا أقرأ هذا الدليل مع هذا الدليل الآن أنت لما تنظر للقانون الدول تنظر إلى قانون العقوبات لما تنظر لقانون العقوبات تقول قبيحة لكن لما ترفق قانون العقوبة السجن مع قانون القوانين شوف لا وبينهما أصل الملاءمة أصل الوئام إذا كان عندك بعد قانوني لابد يكون عندك بعد جزائي فهذا من حسن لما تنظر إلى البعد الجزائي بوحد يصير قبيع لكن لما تنظر في ضمن المركب الإطار المركب تشوف له يعني من ضمن جزء من المنظومة تراه حسنا كذلك لما ننظر للقرآن الكريمة أكو عندنا آيات تأمر بالقتل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أكو عندي آيات وقاتلوا في سبيل لله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنما لا يحب المعتدين إذن القتال مقيد بماذا مقيد بالعادل مقيد بعدم الاعتداء كذلك الآيات القرآنية وما ربك بظلام للعبيد إن الله يحب المقصطين إن الله يأمر بالعادل كل الآيات لابد أن نقيد بها الآيات الأخرى يعني حتى الآيات التي إذن سلخت الأشهر فاقتلوا معناها واردة في سياق المقاتلة بس عبرت فاقتلوا لو قلنا كل الآيات وردت اقتل اقتل زيانا اقتل بعادل ولهذا ورد في القرآن الكريم من قتل نفسا بغير نفس يعني قتل بغير حق قتل بغير عادل فكأنما ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا يعني الذي يقتل بغير حق نفس ما قال مؤمنة ما قال كافرة النفس إنسانية النفس محترمة في الدين من قتل نفسا بغير نفس بدون حق فكأنما قتل الناس جميعا أما بالنسبة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله سيرة النبي صلى الله عليه وآله النبي وجد في مجتمع لا يعلم إلا لغة السيف فكانوا كثير كل الحروب التي أنشئت على الرسول كانت حروب عدوانية وكل حروب التي حاربها رسول الله إما عدوانية إما استباقية أو دفاعية يعني يدافع عن نفسه أو أن النبي صلى الله عليه وآله يستبق يجهز له الطرف الآخر عداد الحرب النبي صلى الله عليه وآله يباقته ما عندك مستعد للحرب لكن يدخل عليه عن طريق بغته هذا يسمونه حرب دفاعية وحرب استباقية هذه حروب النبي صلى الله عليه وآله وأما الحروب مع اليهود ينظر الإنسان إلى التاريخ حروب مع اليهود مع بني النظير و بني قريطة و بني و بني كلهم لأنهم أخانوا خانوا رسول الله النبي لما نزل المدينة أخذ عهود لأنهم لا يوالون رسول الله لأنهم على يهوديتهم لا يوالون النبي صلى الله عليه وآله والنبي أخذ عهود عليهم ومع ذلك نكثوا العهود والذي يرجع للتاريخ يرى أن النبي أجلاهم لم يقتلهم نعم بنوا قريطة لأنهم حكموا سعد ابن معاذ لأنه كان صديقهم حكموا قالوا ناخد بحطم هذا ولو طلبوا الإجلاء لأجلاهم رسول الله كما أجل بن النظير وكما أجل الخيبريين مع أن الخيبريين أجلاهم ثم عادوا وغدروا برسول الله صلى الله عليه وآله هذا ما أردنا بيانة إذن الخلاصة كلها أن الآيات واضحة أنها مقيدة وكذلك أنها مقيدة بالعادل وسيرة النبي صلى الله عليه وآله هو ذلك الظرف الاجتماعي الذي اقتضى أن يخوض النبي صلى الله عليه وآله دفع الظلم عن الإسلام والمسلمين وصلى الله على محمد وآله الطهبين والطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر